اشتركوا في القناة نوفا سكوشا في كندا تعود القصة الى عام 1795 عندما لحظة يدعى دانيال مكجينيس منخفضا ارديا يدل على ان هناك حفرة كبيرة قد تم تمرها من قبل ثم قم دانيال مع صديق له بحفرها الى عمق 9 امتار ووجد عدة بلاطات وبقايا فؤوس ولكن لم يجد اي شيء ذات قيمة وانتشرت بعد ذلك روايات تقول بان كنز القبطان كيد موجود بهذه المنطقة مما ادى الى عدة محاولات للتنقب عليه خلال القرون التالية ومن اهم الادلة التي عصر عليها بلاطة مكتوب عليها مليون جنيه مدفونة على عمق 40 قدما في المرتبة التاسعة كنوز فرصان الهيكل اسكوتلندا فرصان الهيكل هم قوة عسكرية دينية تأسست عام 1119 لحماية الحجاج المسيحيين الى الاراضي المقدسة في الشرق الاوسط ويقع مقرهم الرئيسي الى جانب الحرم الشريف بالقدس وعلى مر العقود جمع فرصان الهيكل ثروات ضخمة من تبرعات اتباع الكنيسة واصبحوا اكبر قوة عسكرية في اوروبا وابتكروا نظاما مصرفيا زاد من نفوذهم المادي خلال 200 عام حصل الفرصان على اراضي شاسعة وقلاعا وقصورا وكمية كبيرة من الذهب والفضة عام 1291 تم ثردهم من الشرق الاوسط بقيادة الملك فيليب السادس ملك فرنسا عام 1307 قام الملك فيليب بارقاء القبض على قيادات الفرصان بمباركة بابا الكنيسة وقام بتعذيبهم بتهمة عبادة الشيطان وصدر جميع اراضيهم وممتلكاتهم ولكن لم يتم القبض على معظم فرصان الهيكل في اوروبا حيث قاموا بالابحار ليلا في اسطن مكون من 18 سفينة من شواطئ فرنسا عام 1307 وتقدر قيمة الكنز التي حملت عليه هذه السفن بعدة مليارات من الدولارات في المرتبة الثامنة غرفة العنبر ألمانيا أو روسيا صمم المهندس الألماني أندرياس شلوتر غرفة الكنز هذه وقام بتركيب ألواح من أجود أنواع العنبر والذهب على جدرانها وتم بناؤها في قصر تشارلتونبرغ في بروسيا عامي 1701-1709 وعام 1716 قام فريدريك وريام الأول بإهداء هذه الغرفة للقايصر بيتر إمبراطوري روسيا لضمان تحالف مع الروس في مواجهة السويد وقد نقلت الغرفة إلى القصر الشتوي في سانت بيترسبرغ ثم إلى قصر كاترين في نفس المدينة حيث تم توسعها من قبل حرفيين ألمان وروس وكانت تحتوي على 5000 كيلوغرام من العنبر وبلغ طولها 17 مترا عام 1941 قام الألمان بالعثور على هذه الغرفة وتفكيكها ونقلها إلى كونيجزبرغ بالقرب من شاطئ البلطيق وبحسب التصريحات الرسمية فإن الغرفة قد دمرت جراء قصف الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية ولكن هناك بعض الأدلة على أن الغرفة قد نقلت خارج المدينة خلال الحرب وخبئت مع كنوز النازيين وتقدر قيمة الغرفة وكنوزها حاليا بـ 170 مليون دولار في المرتبة السابعة سفينة سامي جويل وأسطول الكنز المفقود بالقرب من شواطئ فلوريدا عام 1712 كان الإسبان بحاجة ماسة للأموال لتمويل حرب خلافة الملك فيليب الخامس وعام 1715 قام الإسبان بتحميل 12 سفينة بالذهب واللؤلؤ والمجوهرات من سواحل أمريكا اللاتينية لنقلها إلى إسبانيا ولحماية الأسطول من القراصنة أبحر الأسطول من شواطئ هافانا في موسم العصير وأدى هذا إلى غرق جميع السفن بعد 7 أيام من البحار وخلال الأربع سنوات التالية استطاع الإسبانو إنقاذ نصف الكنوز من أعماق البحر إلا أن القراصنة أعاق عمليات البحث استطاع البحار كيب واغنر مؤخرا على عثور على معظم السفن الغارقة ولكن وجد القليل من الكنوز فقط إلا أن سفينة سامي جويل لا زالت مفقودة إلى يومنا هذا وهي تحتوي على أكبر كمية من الكنوز من بين الأسطول وكانت هذه السفينة تحمل العديد من المجوهرات والنقود والسبائك الذهبية التي تقدر قيمتها بـ 2 مليار دولار في المرتبة السادسة بايدو فابريغ المفقود عام 1885 أمر القيصر أليكساندر الثالث بتصنيع بيض من الذهب والمينة لزوجته ماريا وعين الصائغ فابريغ ليقوم بهذه المهمة وخلال الثلاثة وثلاثين سنة التالية تمت صناعات 52 بيضة للعائلة الملكية الروسية وخمس عشر بيضة لمشترين آخرين وخلال ثورة الروسية عام 1917 تم إعدام العديد من أفراد العائلة الملكية وفر بيتر كارل فابريغ إلى لادفيا ثم إلى ألمانيا ثم استقر في سويسرا حيث مات عام 1920 أما البيض فقد صادرته الحكومة الروسية وحفظ في خزائن الكريملين إلا أن هناك ثمان بيضات اختفت عام 2007 تم العثور على بيضة واحدة وبيعت في مزاد كريستي بثمانية فاصلة تسعة مليون دولار وتقدر قيمة الثمان بيضات بين تسعين مليون ومئة وخمسين مليون دولار في المرتبة الخامسة كنز سفينة فلور دي لامار سوماترا فلور دي لامار أو ظهرة البحر هي سفينة برتغالية حربية بنيت في لشبون عام 1502 لها سجل حفل في المعارك البحرية تحت قيادة القبطان الفونسو دي ألبوكويركي وبحسب المؤرخين فقد قام القبطان بتحميل السفينة بأكبر كنز عرفته البحرية البرتغالية في التاريخ وهو عبارة عن كنز ملغة وممتلكة ملك السيام ثم أبحر متجها إلى البرتغال بصحبة أربع سفن أخرى عام 1511 وجه الأسطل عاصفة قوية في مضيق ملغة أدت إلى غرق زهرة البحر على شواطئ سوماترا ونجى القبطان الفونسو إلا أن الكنز بقيت مفقودة إلى يومنا هذا مع حطام السفينة في قعر البحر وكانت السفينة تحتوي على كؤوس ذهبية وأواني فضية وكميات كبيرة من سبائك الذهب يبلغ وزنها 54 ألف كيلوغرام أما قيمتها فهي ملياران ونصف مليار دولار في المرتبة الرابعة كنز المخطوطات النحاسية الأردن يقع موقع القمران الأثري إلى شمال البحر الميت بين فلسطين والأردن عام 1946 عثر بعض البدو على مخطوطات البحر الميت في أحد الكهوف في منطقة قمران ثم قامت الحكومة الأردنية بالتنقيب في أحد عشر كهفا ووجدوا 972 مخطوطة ورقية ونصوصا مكتوبة على أوراق البردي ومخطوطتان غريبتان مصنوعتان من النحاس لقد حدث هذا الاكتشاف عام 1952 في الكهف الثالث وكانت المخطوطة النحاسية بحالة سيئة جدا إلا أن علماء الآثار استطاعوا أن يقرأوا ما كان مكتوبا عليها وهي عبارة عن لائحة بأماكن 64 موقعا خبئت فيها كميات كبيرة من الذهب والفضة بالإضافة إلى تفاصيل وكميات الكنز المخبأة يحتوي الكنز المذكور على عدة نقود والسبائك وتحافى من الذهب والفضة تقدر قيمتها بـ 1.2 مليار دولار في المرتبة الثانية مدينة باي تيتي المفقودة البرازيل لقد سمع الكثير من الناس قصة الإلدرادو وهي مدينة مليئة بالذهب ومفقودة في مكان ما في غابات أمريكا الجنوبية لكن هذه المدينة هي أسطورة فقط أما مدينة الذهب الحقيقية فهي مدينة باي تيتي ترجع القصة إلى حرب الأربعين عاما بين الإسبان وشعب الإنكا في البيرو قبل نهاية الحرب انسحب الإنكا إلى مدينة في وادي في الكابامبا وعندما دخلها الإسبان عام 1572 وجدوها خالية من السكان والذهب أما الإنكا فقد هربوا إلى مكان آخر في غابات البرازيل الجنوبية أخذين كل ممتلكتهم من الذهب ولم يستطع أحد بعد ذلك أن يجد المدينة الجديدة أو الذهب المفقود أما الكنوز فيعتقد المؤرخون أنها كانت تحتوي على تحف زهبية ومجوهرات وسبائك من الذهب تقدر قيمتها بعشر مليار دولار أمريكي في المرتبة الأولى كنز المالك جون بريطانيا لقد عرف المالك جون بولعه بنهب المجوهرات والذهب والاحتفاظ بها لنفسه ولحاشيته وقد سفر في عام 1216 إلى مدينة نورفولك في بريطانيا والتي كانت تعرف بمساحاتها الشاسعة المغطى بالمستنقعات والمسطحات الطينية الخطرة خلال إقامته في هذه المدينة أصبه المرض وقرر العودة إلى قصره في ويسبيك وسلك طريقا طويلة حول المستنقعات لسلامته أما جنوده الذين كانوا يجرون العربات المليئة بالكنوز فقد سلكوا الطريق الأقصر والتي تمر خلال هذه المستنقعات ولسوء حظهم فقد غرقوا خلال المد بالقرب من جسر ساتن ولم يستطع أحد إلى الآن تحديد مكان هذه العربات أما الملك فقد توفي بعد ذلك بأيام قليلة بحسب المؤرخين فإن الكنز المفقود احتوى على مجوهرات التاج التي ورثها الملك جون عن جدته ملكة ألمانيا وبعض الكؤوس الذهبية ولوحا فضيا وصولجانا ذهبيا وسيفا تريسترام والعديد من النقود الذهبية وتقدر قيمته بـ 70 مليون دولار أمريكي إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ ترجمة نانسي قنقر